صباح الفل إزايكوا عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير فيديو النهاردة زي ما وردكوا قبل كده فاكرين أنا أول واحدة في اليوتيوب الحمد لله وردكوا وصلة الحنفية أو حنفية الحنفية والفيديو اللي هو عجبكم جدا وتعرفت بقى الوصلات الحنفية بتاعت دي اللي هي زي دي وبعد كده تلعت دي المهم يعني كانت فيه وصلة للحنفية تمام؟ الجديد بقى دلوقتي واللي أنا برضو عايزة أورهه لكم إيه بقى؟ الحنفية نفسها يعني الحنفية نفسها بصوا دي حنفية بتيجي في الكيس كده بتاعها تمام؟ وده بيبقى كده يعني الكيس كده ودي بتيجي في الكيس ده تمام؟ الحنفية دي بقى عبارة عن إيه زي ما انتم شايفين أحلى حاجة فيها برضو هي نفس فكرة دول بس حنفية كاملة بصوا بقى أنا هشرح لكم كويس قوي ده كان عندي أنا طبعا الخلط بتاعي وفيه الحنفية دي شلت بقى الحنفية دي وحواريكم برضو السباك مصورا لكم السباك وهو بيشيل بيشيلها ازاي وبيحطي دي ازاي وايه الطريقة كلها تمام؟ الحنفية دي عبارة عن إيه؟ عبارة بصوا اهي بتروح معاك بقى يمين شمال كده بتطلع معاك لو انت الحود بتاعك كبير آآ عايزة تنظفي الحود نفسه مش من جوه من بره كمان الرخام اي حاجة بتروح معاك بكل حتة تمام؟ وكمان في حاجة هي بس بتيجي كده مفيش اي حاجة معاها هي الجلدة كده لازقة فيها دي تمام؟ وهي كده بتتربت وبصوا فيها جلدة ها من جوه من جوه وهنا برضو فيها جلدة كده بتحطيها مكان الحنفية التانية وبتستعمليها انا عايزة اقول لكم حاجة انا مستعملاها دي واحدة تانية يعني انا مستعملاها برضو بقالي فترة من اول رمضان من اول رمضان او من قبلها آآ مستعملاها ومعايا حوريكم بتعمل ايه ومعايا كويسة جدا 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 وكمان آآ بتغنيكي طبعا عن ايه الواصلات دي تمام؟ طيب اهي وهنا ليها اتنينة ليها برضو رشاش بتبتكي كده بتبقى رشاش وتبتكي كده بتنزل حتة واحدة نفس الفكرة نفس الفكرة بتاعت التانية تمام؟ انا دلوقتي هاخدكم معايا هاخدكم معايا على الحوت دلوقتي وحوريكم كل حاجة بس قبل ما اخدكم انا كان فيه كزا حد قال لي حاجة على الحنفيات دي بصوا يبنات الحنفيات دي قاحل وجدا وكل حاجة طبعا وتلع منها كزا شكل فيه حد بيقول لي كان كزا حد قال لي يا غادة طبعا بتشديها كده بتبقى رشاش وبتشديها كده بتنزل حتة واحدة يعني هو بصوا رشاش كده من هنا ولو عملتها كده بتنزل حتة واحدة فيه كزا حد قال لي يا غادة الحنفية دي بتتسد وبتنزل مية ضعيفة لازم انتوا بصوا لازم انتوا تفكوا الحنفية نفسها تفكوها كده ثواني للأسف عشان جديدة يا بنات انا هي الحتة دي بتتفك زي كده بصوا لو هي الناحية التانية اللي قصدي الشكل التاني بتفكيها كده تمام وتفكيها كده هتلاقوا هنا هنا مليان اللي هو الصخر الصغير او الطراب اللي بينزل من المية نفسها المية نفسها بتنزل حاجات هنا عشان انتوا شايفين الخرام بتاعتها تغير قوي فبتعمل فلتر بتفلتر المية فبتنزلها لك من غير الشوائب اللي فيها وطبعا انتوا عارفين المية عندنا هنا في مصر فيها شوائب يعني فبتفلترلك الدنيا لازم انت تفكيها كده علشان دول بتتسدوا السنون دي بتتسد يا بنات فلازم انت تفكيها وتركبيها كده تمام برضو دي وصلت حنفية تانية اللي مش عارف تلعت بعد دي حلوة ولا لا؟ آه حلوة جدا وعجبتني برضو بصوا بقى انت بتعملي قشان تركبيها هي بتيجي كده الوصلات بتيجي كده وتروحي حطها في الحنفية وتروحي شايلة الحتة الصغيرة اللي هي بتاعت الحنفية زي اهي بصوا الحنفية العادية بيبقى لها هنا حتة كده بتتلف فلتر برضو بتشيليها وبعد كده تروحي جايبة بقى دي اهو عملي اهو تروحي جايبة اي وصلة عندك سواء دي سواء دي وبتروحي حطها كده ومركباها كزا حد قال لي يا غدا انا مش عارف اركب اهو يا بنات واردها لكم عملي اهي حنفية اهي هتشيلي الحتة بتاعتها وتركبيها كده تمام؟ طيب بصوا هنا بقى بتتفك برضو اهي بتتفك برضو وبتتنظف تمام؟ اهي كده وتروحي برضو منظفها السلك بتاعها فيه هنا شبك وهنا كمان بصوا اهو بيبقى فيه شبك الحتة دي بتتفك بس انا للاسف ما عنديش حد يفتحها حاليا وجامدة على ايدي جدا الحتة دي بتتفك من هنا من هنا كتفكيها هتلاقي برضو زي ما قلتلك هنا هتلاقي كده فيه السلك ده بيبقى مليان شوائب هتفضيه وتشتفيها وتركبيها تاني علشان السنون بتاعتها دي او الفتحات بتاعتها بتتسد من الشوائب دي زي ما انا ورتك اهو هتروحي مركباها شايلة الحتة ومركباها هتبقى معاك زي الفل وجامدة جدا تمام؟ اهو ما فيهاش اي حاجة وسهلة قوي ودي الحنفية دي المكان التاني بيركب نفسها بقى بيركب فيه الخلاط نفسه عندك سواء بقى نفس الشكل ده اي شكل تاني الخلاطات يا بنات كلها مقاس واحد من هنا انت مجرد اللي انت فكيتي وحطتيها مقاس واحد ما فيهاش اي مشكلة معاكي تمام؟ اهو الحنفية اهي ووردكو ازاي تتنظف وحتى برضو دي الخلاط ده لو انت معدكيش الواصلة دي عندك الواصلة دي هتروحي برضو اهي بصوا نفس المقاس اهي هتركبيها سهلة جدا وتروح بقى كدا معاك وتيجي معاكي مفيش اي مشكلة models وكمان عملوا من دي جيها الواصلة الاول Breedتحطينك ذلك يعني ليها الواصلة دي ممكن انتOS تفك يكلي وتروحي تضرها المكانها يعني عملوا اللي هي الطويلة دي موجودة وتروحي تضرها إ Oscs وتروحي تلفيها برضو هذا الاتنين خد كدا ممكن انت تستعمليها الاهواصلة الاخير بقى طيب هتقولوا لني دين نين وبكام والكلام ده كله دي موجودة عند السباكين شفتها وانا جبتها بصراحة من هي وبس وجبتها بكام بخمسين جنيه بخمسين جنيه كاملة يعني بصوا هي موفرة ايه يعني هتعمل العميل دي نفس الكصة بتاعت دي وفنفس الوقت نفس الكصة بتاعت دي. فالتنين مع بعض بخمسين جنيه. دلوقتي انا آآ فى عند السباك موجودة ولا? آآ اكيد هتلاقيها برضو موجودة عند السباك بس انا استسهلت. وكمان فيه الوان يعني انا كان فيه برضو مش مش قالتلي قبل كده اللي هي صحبة قنات يومات زوجة مطحونة مع مش مش قالتلي جابت منها قبل كده الواني. فانا بس جبت الستلس عشان ايه تليق مع المطبخ. اه او تليق مع الخلاط نفسه اللي انا مركبات. تمام? يلا بينا على الحود حواريكو بقى ايه رغيت كتير يلا بينا حواريكو بتتعامل ازاي. اشتركوا في القناة زي ما شفتوا بقى يا بنات السباك ركبها ازاي? واه اه خلاص ركبها لي والدنيا بقت كويسة قوي. طيب هتقولولي بقى بصوا اهو المية بتاعتها قوية جدا. يعني انت لو فتحت المية هنا طبعا برضو بتفكيها وبتسلكيها لو انت عايزة. فتحت المية هتبقى قوية سواء رشاش. وبصوا اهو. وهتعملي كده بصوا اهي. بتنزل كده او بتنزل رشاش. تمام? طيب احنا مثلا دلوقتي اهو عايزة تخسلي مسلا هنا. عايزة تخسلي هنا الحود نفسه اهو اله هنا. متبصوش بقى الموعين في موعين مخصولة عايزة تتشاهل. هتخسلي كده هتعملي كده هتخسل معاكي. هتعملي كده هتخسل معاكي. شايفين بتروح وتيجي معاكي. يعني بصراحة طحفة. انا مجرباها بقالي فترة اهي طحفة جدا جدا. مثلا عايزة تجيبيها كده اوكي. عايزة تدخليها عشان بصوا عشان ما تترتش عليكي مثلا من برا. يعني انت وقفة بتخسلي اهو مش عايزة حاجة تترتش عليك تروحي عاملها كده. خلاص. انت دخلتها جوا. عايزة تعملي كده كده اهو. تمام? بس دي بتبقى ثبتة. يعني دي معاكي ثبتة. ودي اللي هي السوستة دي اللي بتروح وتيجي معاكي. طبعا طبعا. اه ده تقليد اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى طبعا برضو ما تتعفيش عليها او يعني ما تمسكهاش كده وتشديها جامد او حد يشدها جامد. لا. لان هنا برضو برضو هي ثبتة. الحمد لله هي ثبتة كويس. بس برضو. يعني ايه? احتياطيا. تمام? يارب تكونوا استفدتم الفيديو. يارب تكون الفيديو عجبكو. والحنفية عجبتكو. واشوفكو في اختراع تاني جديد. السلام عليكم. بس اقوى تنسي اللايك. السلام عليكم. باي باي.